بهدف تضييق الخناق على النظام الإيراني تتأهب الولايات المتحدة لإعلان عدم تجديد الإعفاءات للدول التي تم استثناؤها من العقوبات المفروضة على إيران وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيعلن عدم منح أي استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته اعتبارا من الثاني من مايو المقبل وذلك في محاولة لإيصال توريد النفط الإيراني إلى صفر وفي إطار ضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم الإرهاب في الشرق الأوسط أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر الماضي على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول بمواصلة وارداتها من طهران لمدة ستة أشهر أخرى دون أن تتعرض لعقوبات طالما تحركت لخفض وارداتها من النفط الإيراني الإعلان المرتقب لواشنطن بعدم تمديد الإعفاءات يتزامن مع إعفاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنأي قائد الحرس الثوري محمد جعفري من منصبه وتعيين نائبه حسين سلامي خلفا له في خطوة تأتي بعد أيام من إدراج واشنطن الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية